على طريقته بارك الكيان الصهيوني الاتفاق العسكري الجديد بين نظام الأسد وإيران حيث أرسل برقية نارية من خلال قصف عدة مواقع للحرس الثوري والميليشيات المدعومة من إيران في دمشق ودرعا والقنيطرة ليقتل هذا القصف عددا من العناصر الإيرانية بينهم ضابط كبير في الحرس الثوري كما طال القصف أيضا بطاريات دفاع جوي لنظام الأسد جنوب دمشق ومركزا لتجمع ميليشيات حزب الله مع مستودعات للذخيرة والعتاد ليعد هذا القصف أحد أعنى في سلسلة الغارات الصهيونية المتواصلة ضد المصالح الإيرانية في سوريا تكثيف تل أبيب قصفها لميليشيات إيران هو بمثابة جرها إلى اشتباك أكبر وخصوصا بعد أن وصل الاستهداف إلى عمق إيران وذلك من خلال ضرب منشأة نتانز النووية لكن إيران تحاول تجنب الاشتباك المباشر مع تل أبيب حيث يرى مراقبون أن إيران لم تقدم على مواجهة عسكرية مفتوحة مع تل أبيب على الأقل في هذه الفترة التي تترقب فيها إيران نتائج الانتخابات الأمريكية بقلق بالغ خاصة أن طهران تراهن على فوز الديمقراطي جو بايدن بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية وسبب تعويل إيران على فوز بايدن هو آمالها بأن يعيد الديمقراطيون العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترامب ولهذا فإن إيران لن تنجر إلى مواجهة كبيرة يمكن أن تؤدي إلى إحراج بايدن في ملف الاتفاق النووي وإلى أن يحين موعد الانتخابات الأمريكية وتسفر عن تغيير ما زال مجهولا يبدو من الواقع العسكري أن المواقع الإيرانية ستبقى عرضة لغارات متواصلة من تل أبيب والتحالف الدولي ضمن سياسة إنهاك عسكري لإيران ذات نفس طويل